اشتركوا في القناة وعربة الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وكافة أهلها وأقاربها لهذا المصاب وأوضحت الوزارة أن المتوفى قد حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفى بشكل مستمر وأفادت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حالياً فيما عدا ثلاث حالات تحت العناية وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية